مساء الخير عليكم هاد النهار هذا الفيديو دال هاد النهار هذا ما يكونش درس ما يكونش درس للتلاميذ بقدر ما غادي يكون شكر وتقدير وحب وحسيس جميلة نحس بها بعد النهار هذا فعلا ان الفكرة ديال القناة جات بواحد السرعة يعني فكرة طبقات سير بلاس يعني ما حاولش نبلورها ما حاولش نفكر فيها لان العمل الخير منك تبغي تعمله ما كتفكرش كتحلك الفكرة كتعمله خسك تصدق كتسبت في مجيبك خسك تعملش عمل كتعمله ما كتفكرش بالزف حيث الشيطان هاد هو الخدمة ديالي نهار اللي كان قوي نفكره كان تراجعه ونك مخسكش تفكر في الحاجات الخير ولكن اللي انا مفرحني دابة واللي انا حس فيه واحد احساس زوين بالزف هو انني لقي التفاعل من عندما مع الناس اللي انا عزازة ليا مع الناس اللي هما اطول في التربية الوطنية من الناس اللي هما ساد المديرين الناس اللي هما في الضومين يعني الناس اللي هما يعني انا غير نقطة في بحر ديال العلم ديالهم وديال المعرفة ديالهم ومع ذلك تلقيت التصالات وتلقيت يعني تشجيعات وتفاعل وأصدقاء ديالي كلهم سواء على الفيسبوك سواء على الواتساب سواء الأصدقاء اللي مشي في العالم الافتراضي الأصدقاء ديالي اللي كان عرفهم واللي ما كان عرفهم شو اللي يتفاعلوا واللي كيحاولوا يتقاسموا الفيديوهات ديالي كنشكركم بزه 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 فعلا انا فخورة بكم فعلا فخورة بانا عندي اصدقاء ما غاديش نقول لكم انا كنعتبر اسي وحيدة لانا الحمد لله عندي واحد لانتوغاج كبير عندي الوليدة ديالي اللي يخليع لي عندي الاخوات ديالي واخواتي اللي يخليهم لي مبعادة لي وانا من الاصدقاء ديالي في مدينة بالضبط لانا فيها اه اه عشت واحد فترة طويلة هديك المدينة اللي كانت كان نحس براسي انا برغم من ان اصلي من مدينة الطنجة ولكن كان حس براسي مكناسية اه كان حس بالانتماء كان حس بالدقة دعيسى بولت كتتحركني يعني شي حاجة اللي اللي ميمكنش سيبغيكم ان كتتوصح الفترة طويلة في واحد المدينة سفي كتولي منها انا دا بولت مكناسية اكتر منكم ولكن اه ما كنش كان نتعدر بانا الاصدقاء ديالي سيبغيكم الاصدقاء ديالي وعزازة ديالي وعزازة عليهم ولكن انهم يشجعوني فكنت كان نقول انا غادي نعمل هاد الخطوة وربص ايسخر اصلا الحاجة الخير مقتنعة بان الحاجة الخير بحليك تزرح شي حاجة ضروريك تنبذ مسألة خيرية بحثة مسألة صدقة جارية راكم اخسكم تعرفوا بانا هاد صدقاء جارية راكم مشاركين فيها راهم اللي كتوصل واحد المعلومة واحد تلميذ وتدخل عند الاستاد ديالي وهو موجد يعني تحضير قبلي وكيدخل اراد ذاك الاستاد قدرت تدعي معانا في تدعي معي يا ربي الله يسهل علي قرارك ولي علي علمك وخد تكون ماماك في الدر ولي كان لانا كيف ي BETى ساستاد ديالي االون في القسم وكيف يدخلو من حال لما يشينا يعني اذر الحبس يخلصوhan القسم ويف تسموهاаны سادات تكسالي وما مديناش فيها و لكن ليش لانهم مك يحطروش في البيت يأخذ نقطة مشاركة مرة ناخد شكلات مرة ناخد حلوه مرة يعني هذال المسئلة هذي كان كنت ندروها عن طيب يخاطر ده ما يكتوب تلميز هذه الظهر قبل حال ما تقوله موت صعيب الحال ولكن انا كان كنقول للمسئلة دخلتله بطريقة ساليسه وما يحش غير يخرج من فضاء المدرسي يحس في رأسه بانه غالس الوريدات على اليمين كان هادر معه بوحد طريقة ليمكن ما فيهاش طابلو ما فيهاش قلت يمكن يمكن تجربة نتمنى يسن ما فيها بس انه هي يشرب هذه التجربة ما انخسرتها شي حاجة انا اللي ربحت ما انخسر ولكن قلت لك كنحس بانه تفاعد الاشخاص الكبار يعني الناس اللي انا القناة دي لها الاطفال مش الاطفال مش الشباب يعني اه راتبك الله مراهقين الشباب غادي اه يطلعوا العماجي الباكالوريا وبعد غادي تخرجوا غير رجعونا رجال وغير رجعونا اه بنات كبار يعني كل واحد شنو غادي تخصص ولكن ما كنش عارفة بانها دي تنال اعجاب تيال الناس الكبار كنشكركم بزر 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 كنعبر لكم على الجزير شكر ديالي على التشجيح اولا تشجيح كي تحافظ وكنطلب من الناس اللي عندو شي ما يتعطى يعطيه تشجعو خدمو ديروا قناوات اليوتيوب للجميع ديروا قناوات ديروا وصلوا لنا شنو كتعرفو علمونا شنو كتعرفو ما فيتا شي حاجة اللي عندو شي ما يقول يقولوا تا واحد ما كيحبس شي واحد و لكن غير يكون فيه استمرارية و يكون فيه عمل خيري صالح للناس حاجة اللي يعني نقدروا نستفدوا منها كاملين بالنسبة للناس اللي يبحثو على محو الأمية أنا بحالة أنا كنمحي لكم الأمية يحتم نسبة للناس الكبار تب نسبة للناس الكبار تب نسبة للويدة ديالي قد جدة ديالي الخالات ديالي لعمات تب نسبة للناس الكبار تابعو ما فيتا حاجة غادي يفهموا شي حوجات لي وما كاينين في الدروس ما ما كان خرجوش على الإيطار المرجعي تكشي اللي كان في الإيطار المرجعي كان وصلوه للبليمدات بطريقة سهلة سريسة يفهموها الجميع هذا بداية كان شكر كان جدد الشكر ديالي النقطة بالنسبة للتلاميذ غادي نظر مع التلاميذ ديال سنة السادس ابتدائي والثالثة إعدادي هديك نظر مع الأمهات وخاي حيدو لكم الجهاوي ديال الدورة اللولى أو المحلي حيدو المحلي نظرا للظروف ديال جائحة وظروف ديال ديال الوباء ولكن هدا ما كيعنيش بأنه ما غا نجتهدوش للدورة الثانية فلا بد غسنا نجتهدو للدورة الثانية تلا مدغي سمعو متحان تقادر سالة ما غا يكاينش يتحبلو متى الأخر السنة لا لحد الآن بقي ما بينتنا مجتنا حتى مذكيرة كتقول ما كيش متحان في أخر السنة يعني تبقى الاستمرارية مش يصفي مشيون عسو قلو قال لا حقا ما كيش متحان اولا سفي غا يحيدو لنا المتحان بحل العاملين فات اولا لا عفاكم خليكم مشجعين خليكم مواقضين واكبوا الدروس ديالكم اراه امتحان السادس اراكم غادي تسألوف من بداية السنة لا تكون مردولي داتي ما غا يحيدو لكمش الدروس ديال الدورة اللولى غا تبقوا متابعين بيها لا تكون سترا عندي واحد الهضراء لسقالي في حلقي سنقولها كيطلعوا الناس للتالتة الجدع مشتارك والأولى بكالوريا وحتى التانية بكالوريا وما كيعرفوش الفرق مبين التأم مربوطة والتأم مبسوطة عفاكم التأم مربوطة والتأم مبسوطة عاكين تلا متلي كيعملوا لي جلستوا بالتأم مربوطة وكيفرقوش بينات من المطلع وهذا من اللي غيبدا ومن اللي غي عرفوه من دروس السادس من شي ضروريا يعملونه من المتيحة لها لاجعلوه في نعنونه ذاك المحل ولكن حاولوا تقرأو لعادكم مرضا وليداتي الانفوسكم رأسكم انتم كرأ بشنا عرف نكتب جلستو نعرف نكتب كلمه مثلا في هاتا تنازعت دولتين تأمر بوطة طورات تأمر بسوطة البلاثة اللي يعمل فيها تأمر بوطة كي يبسطوها البلاثة اللي يجرو فيها تأمر بسوطة كي يربطوها يعني الدروس ديال السادس ابتدائي مهمة بزاف المصار الدراسي كامل لما نعرفش ان شن هو الفرق ما بين الفعل الأجوف او للفعل المعتل او للصحيح او للمعتل او او للميتال او لما عرفش الأنواع كيفاش غادي نقدر نفهم الدروس المصادر ديال الاولى باكالوريا اللي كي يقول لك اذا كان معتلا كدا و اذا كان صحيحا كدا و اذا كان كدا كيف نعمل كيفاش كنتمنى كنتمنى انكم ولداتي تسالس تدائي لكنتو كتشوفوني لكنتو كتشوفوا ما امل تنطلع اراه منك تطلعوا اراه المصحيح كي قبط لكو بي ديال كم تلمتيحان ديال الاولى باكالوريا كتكونوا حافظين كتطيروا الكتابة ما كيف يفهموهاش ماليك تقول التلميذ قراء الكتابة اللي كتبتي يقراها ما كيفاش يقراها كيفاش بغيتو الاستاذي عرف يقراها كيفاش بغيتو الاستاذي يقراها ويعطيكم النقطة حي تشفهمها إلا كنا نحن انتا ما كتسعمشي كتبات ديالك على اغسيفوا بلي الوليدات ديال السادس حاولوا انكم تخدموا الدروس ديالكم من البداية ديال السانة وخح يدوركم المحلي الجهاوي لان انتحان الاخر غادي يكون فيه اسميتهم انتحان ديالكم كيس ما يمكن المحلي غادي يكون فيه دروس من اول سنة حتى الدابة لو كما تستهونوش بالامر وش ما يكترش عليكم شغل حاولوا من دابة تحاولوا تضبطوا الدروس ديالكم ديال بداية السانة بالنسبة للتالتة اعدادي فيه اعلان بان حي دوركم المحلي الجهاوي باقي فيه هدرا وكلام باقي معرفنا شنو كاين ما ينفق لكم الدورة التانية غادي تمتحنوا في الدورة التانية الدورة التانية يعني دابة باقي لكم فرصة بتداء من الدورة التانية يعني دابة ديال الدورة الاولى اللي يخدم شيرا خدمه واللي يحفظ شيرا حفظه واللي يجب شئ مقترع غادي تاخدوا العطلة ديال الدورة التانية ومن بعد غادي تبدو تشتغلوا على الدورة التانية ان فيها غادي تدوزوا متيحان ومن بعد غادي تخدمه من البداية التانية ومن بعد غادي تكتغلوا ما تستهونوش وما تقولوش يمكن يحيدون الجهاوي ما عنديروش بالفاص نبقىون نقولو لا غادي تدروه لا ما يعملوش حنا نفترض انها غنعمله ونخدموه على اساس ان نحنا غادي نعمله لانه الدورة التالتة اعدادي يجب أن تقرأها في أولا باكالوريا لماذا لا يجب أن نفر على رأسي تمرد العبن أولا باكالوريا ونضمن نقطة مزيانة سوف نرجع الوليداتي بنسبة للتأعدادي كان وعدكم بأن سوف نحط لكم دروس للتأعدادي إن شاء الله في المواد الأدبية لأنني دراسي تقنية كما قررت لا يوجد علمات و لا يوجد علمات و لا يوجد علمات فزيك و سيونس من المواد الأدبية فرنسية العربية والتربية الإسلامية فضربوهم على حسابية سوف نبسطهم ونفهمهم لأن تكونوا موجودين لتدرسكم قبل أن تدخلوا عندهم وذلك الأساتيدة يجب أن يعملون في دروف مرتاحة لأنهم يدخلوا و يشاركوا و تتعرفوا أن يتشاركوا في القسم ما هي النشوة التي يحس بها الأستاذ أرغم أن تتخيلوا كيف الأستاذ يحس بأن تشاركوا و تعطيه له ناجي و يقول له يطير و ينزلع له الأفكار يجرب و يقوم له مرتاح و يطير ما هي النشوة و تعطيه الأساتيدة ممتع أن تكون كله كده و تأخذ نقطة و تكون أصلاً مشارك و عارف و نتمنى أن ينحقق و نشرح لكم قبل و أنتم موجودين و تدخلوا عند أساسي و يدعوه و أنا محتاجه تبعو مع الاساسيدة لكم المنهجية الطريقة كيفاش انا هنشرح لكم داك الشي اللي يتكملها هنكملكم داك الشي القسم كنشي حاجة نقصة قلت لكم انا كملوها في القسم هنحاول ما تكون حاجة نقصة ولكن نفترض انك انشي حاجة نقصة فكنت طلب منكم انكم تماما تدرقت يعني تستمتوا في القسم كنا انا كنت قاتل باش نديركم الدروس قبل ما تدخلوا للقسم بحال تلتأ اعداد يعني باش درس مثلا دبران يمكن يقدر فكرية يمكن يقدر فكرية عادي تنزل غدا ان شاء الله اذا قلت اذا سمعتوني كان شرح لي عقاد الفكرية ودخلتوا عند الاستاد وشرح لكم لي عقاد الفكرية وكيتوا رسكم وخات عقلوه على 4 الكلمات من اللي قلت انا ستشركوها مع الاستاد واحد يقول ربعة واحد يقول جوج واحد يقول ثلاثة والاستاد ستقول له عنده الخدمة المشاركة في القسم وهو سيقول له هذه الحيوية وهذا الشي اللي بغينا هذا هو الهدف هذا هو الهدف وانتوما كيف ممكن الحال غادي تعقله شوية من عندي وشوية ملأس ديالكم والله تتكتبوا مقالة دود فرع اما حتى الوطائق اغانوريكم طريقة سهلة بالجوع الوطائق ولكن المقالة سكم تكونوا حافظين باش تكونوا حافظين باش تكونوا حافظين سكم تكونوا فاهمين والله تكون مرضى جمهورتكم معانا هادي نمشي الباكالوريا هادو كنتمنى لهم ان شاء الله غادي تكونوا النجاح والصوفيق اللي عنده مقتزوينة في الاولى باكالوريا ما معني تش غادي نحس غادي يخدم باش نجيبو اعلى نقطة باش يكون عندنا معدل كبير باش نقدروا ندخلوه للمدارس اللي كتلب معدلات كبار بالنسبة لي جاب معدل على قد الحال الدور اللولى والدورة الثانية اراها كتعتكم فرصة باش تريكيبوه يعني انكم تطيلو دكلي كيلور عندكم الجهاوي 25% مراقب اللولى الدورة اللولى والدورة الثانية ديال باكالوريا 25% اذا جمعناهم بجوج كتعطينا 50% والنسيونال يعني الوطني كيواللي 50% هنا هنكونوا بحالي كنجمعوا فلوس في شي تيغليغ في شي برادة حطينا فلوس الجهاوي غادي نحطو ديال الدورة اللولى ديال باكالوريا عاوتاني ننزلو الدورة الثانية لباكالوريا احنا جمعنا خمسين باش نكملو خمسين خسنا الوطني الوطني اللي فيه المواد اللي فيه المواد العلمية والتقنية على حساب الشعبات كل واحد والأدبية بالنسبة لكل واحد اذا هنا بالنسبة لي ما عندوش مقطة عرغم ما يفشلش لاحظكم الرضا انا كنقول لكم تمت امال بغيتكم تحافظوا على الامل بغيتكم تحافظوا على الطاقة الإيجابية ديالكم تقدروا كان عرفنا جابوا ثمانية في الجهاوي وقدروا يجيبوا ينجحوا في الباك تقدروا لا نخدم شوك تعملون انتو ما تلامت ما عندكم حتى شي دور في المجتمع من غير انكم تقرأوا دابا تقرأوا فقط ما كيقول لكم والدكم لا يجيبونا ما ناكلو لا يجيبونا ما شربو لا يجيبونا اولا سيرو بيعو الشراء وجيبونا لا اكتر الاساتيدة ديال الاباء اللي كان عرف تقول لولادهم اللي بغيتوا هك سنال يقرأوا لنا انتم بعدكم دور واحد يعني شما تديروش ما كي قد طلبوا منكم واحد ما تقدش تخد تعاون احنا كان عاملوكم دبع اوسر تأسف القاسم احنا كان بدلو مجهود كان اليوتيوب عامر بالاساتيدة عامر باليوتيوب عامر بالنسكي قري كل واحد بالطريقة ديالو اختاروا اللي بغيته تقول لكمش انا ولا فلان اللي انتم مزحيتوا وحسيتوا بانكم قادرين تواصلوا معه يخدم معاكم ليسا نصيروا ما تخدموا ما تعتمدوش على هاد التوقيت اللي احنا دابا هاد توقيت تفرد علينا تفردات الجائحة خيفانين عليكم ما يمكن جمعكم في قسم واحد باش نقدروا قسم كان فيه ربعين ولا فيه عشرين ما يمكن شخص نديرو التفواج شي يدخل و شي يخرج شي يقرأ و شي ما يقرأ سيما نتقرأ و الدوما سيما نقرأ و الأخرين ما يمكن شكل شي غايدخل ولكن احنا قصنا هاد المسألة هادي تكون إيجابية بالنسبة لينا نستعملوا هاك إيجابيا انا لك السمالة اللي ما عمشيش فيها المدرسة هدخل اليوتيوب نقرأ كين اساديدا كين دي سيد كين كل شي لا ما عطي الدعاية تشي واحد لليا ولا تشي حد ولكن غادي نقول بان الى عندكم الكنيكسون في الطرف هدتوا ما غتي تكونوا كتقرأوا على خطركم في الوقت اللي بغيتوا او الليلا ولا نهارا ولا في مر 12 ولا تتغدى ولا تتنعس وانو تقرأ المهم و تعمل برنامج انا ممكنش حاجة بلا برنامج دير برنامج جري صباحا نشادي همشي لعب شود الرياضة او ندير شود الرياضة و هدي نرجع نز واحد ساعة دمجا ننقرأ و نخرجع و ثاني من الغداء نرجع لبديلين نقص نحفظ شي شوية و نقرأ شوية نشوف شي فيديو نطنطنو ناخد لي نوت و انا ماشية جيد كان راح لكم يلا ما عملتوش على الطريقة و شط نشحوش او لما تجيبوش مدد المخية بالعكس ابعد من ذلك انكم غتحبو القرايا حيث غتعملوها عن طيبة خاطر ماشي حيث الاستدكي حنزز فيكم لا دينو لا حفظ لا او لا حيتش حنية لا انا قلت انتبال انا مرقال اولو اي بدي اي بدي ما عندي ماندير في الوراح ما عندي ماندير ستيلو ما عندي ماندير انا نخرجها لكم طبعا نحط حدية وريقة باستسلسل انما يلا جيت نهضر قايا نهضرها كاكش و انا نخرج نضاف شي حاجه لي ما عندي علاقة بالمرجال اي بديها انا نتوقع انها انا نتوقع ما تكون شيء كاين هنا طريقة سهلة اذا غريطوا تقرب ركوم تقرب و اذا غريطوا تنجحوا ركوم تنجحوا لا يريد الحاجة لا يقرب او لا يتوقع طريقة مساعدة ضروف كاينة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 اشت اكتب عن فرصص القرية ارى اي حاجة اقاري اي حاجة ما قاله هما انه بيتدري فابورك لانتقرى لا من ذلك دعنا احنا نقول لكم شو ننتو مغسكم نديرو نتخسك تقرام نتخسك تقرام تول انتي راك ننضر معا بصرغات ديال المذكر ولكي راك القصد المذكر والمؤنت يعني البنيتات والوليدات الوليدات ووليداتي حبيبي اللي كانح مقاليهم ولي عليهم انا ديرا نضيع وقتي ورحتي وزيف وانا اليوم كامل وانا في العمال ديالي وثريت معاك تلا ومع ذلك عندي هاد الانرجي انا ننضر معاكم كان بريكم ما تلاعطى الله اعطاني ربي هاد الحب تيال تلام ديال وليدات الناس كان اعتبرهم ولادي ما عرفوا واش دفو واش عيد الله وعلموا اما هادش اللي انا كان حسبيه كان وصلوه لكم كان بريكم من كل قلب قريتكم منصلحها بريتي وليدات الناس كلهم ولداتي وليدات الناس كلهم يكونوا احسن الحال تالي ما استطعشق بطش بوست كبير هالاقل يعرف غير يقرر الشكل ديالو يعرف يقرر ورقاتو جسول شي براي يعرفها كوريه ايلكترونيك يعني شي حاجه في الاميل يعرفها يشوف تلفازان ترجمة يعرف يقرأ يعني ما يكونش كاع ما عارفه ثالينا مع الباكالوريا دبا قلنا بانها تحب الباكالوريا الباقي ماشي تخطاع ينودوا يخدموا على رستهم يتقاتلوا على الدروس ديالهم غادي جيب الله اهتسب ان اللي عليا يروشي حفلة كبيرة كمينو عيطولي نجي نفرح معاكم ديروناي الحرشو الرايب ما فيها لطرطلة كما تقولون دائما ديروناي الحرشو الرايب سننظر مع الاحرار الباكالوريا احرار عافاكم بعد اول حاجه نحييكم الباكالوريا احرار برافو عليكم لانكم خديدتوا عندكم هاد الجرأة او لهاد الطموح انكم تعودوا من اللغة برافو نحييكم من كل قلبي لماذا تقولون الباكالوريا احرار او جاء يدفع الميل في المدارية الاقليمية ووقت قابل الصف وقت تقاتل على الدروس برافو علي سواء كان صغير سواء كان كبير سواء كانت انت سواء كانت ذكر سواء كان رجل كبير عنده خمسين عم او جميع برافو كان شجعكم وكان مؤكدة انكم بقيتوا بالنفس الحامس او جاء او جاء او جاء او جاء بقيتوا بالنفس الحامس او جاء بقيتوا بالنفس الحامس او جاء بقيتوا ابدا نمتلك لهم او الضحو هم او خمس او هم او لا هم هم كنتي كنتي بغي ادفع مدرسة هم من تحتاج يدفع مثلا شي بيرميد شي حاجه كله يبغي بتدل كاريغ ديال ومرة قاع ويعود يدير شي شعب اخرى ولي محامي ولي ولي ما تحتوش الفرصة في كل وقت كتكونوا محمسين طلب واحد عندي انا ليس لي دخل بالمعاناة المديرية ولا طريقة انا ليس لي دخل بذلك ولكن جي تغيب باش نوصل لكم تتقل ايجابيه ديالي كتكونوا محمسين خليكم محمسين كتتعملوا واحد الحاق واحد العملي وجبار في الاول حاولوا حاولوا انكم على الاقل إلا غدرتوا واحد شفية المحاولة غتجيبو تك عشرة ديالكم ومتقلطو تك الباك باش تفعوا الباكو متدوزوش انا ما كان فماج واش كتحسوا براثكم محباطين واش كتحسوا براثكم مقادريش تقوا في نفسكم غيت تقوا في نفسكم شين على تقوا في نفسكم غادي تجيبوا الباك نقصكم الثقة في الناس قولوا انا قادر نجيب الباك يقولوها اي واحدة باك يشوفني غيدفع الباك حور غيدفع الباك حور غيدفع الباك حور غيدفعوها مع رأسكم انا غينجيب الباك حور قولها لكوه ديالك يسمعها حتخذكم تعرفوا حلق ديالك جسم ديالنا عندو الودنين جسم ديالنا عندو الودنين ملك نوصل الوحدة تقاسيلي فيا كي سمعها كيف شلنا لوكوه كامل كالناش ملك يسمع كلمات ايجابية كيتوهقت كيتوهقت يقول اه ندير نقطر ندير اهه اذا نقصركم اتقاف الناس ردوا اتقاف النافس لكم دفعتوا الباك في اول سنة نستمرت الاخر السنة نتقاتل مع ذاك باب ذاك الباك شكو يكون باب ذاك الباك نس رشدوا الدكتورة الباك هذين شنوه سكوا الباك شكونا دالي غلبوا الباك عندكم واحد مجموعات ديال الدروس في الجيهاوي عندكم مجموعات الدروس دعني ذاك المواد في الغالب اللي يعودوا الباك يكونوا يمشون الادبي لانا يكونوا علمين ولا معنوش الحق يعودوا في نفس الشعبة يمشون الادبي سهل ذاك الشي لما عندوش معلومات يمشي يخدم المات مع استده مع اصده المهم ما تخليوش الناس شوش حال الناس يقضيوا بذاك يعملوا بذاك العمل في بداية السنة كنكونوا فرحانين ان الناس يدرزوا الباك وكيف اخر السنة ما كيمس الشي واحد والغريب ان اللي يدرزوا ينجحوا خليب لي ما ينجح اللي يدخل اصلا مقاري ولو غيبه يجي دوز امتيحان لانا غسويته يشوف كومونسس فيه وكما كداش دير الاحوال في الامتيحان واجواء الامتيحان وولادة يلي ممكن تكونش عندو في غيمة الرغبة الناس اللي يكونوا عندو من رغبة والله العظيم هاد العام هاد ركي الناس جابوا 18 وفايتين 18 كان عرف الناس في كازا دوزوا بكحور يجبوا كم يجبوا معدلات فوق العادة فوق الخيال 18 و 17 و 19 كانت 19 خداني حلاش اللي لانتوما هلاش والعقل رب حال بحال كيف العقل عندك عند هذا عند هذا عند هذا عند هذا عند هذا عند هذا رب يا سبحانه وتعالى السوانة في العقل عند النص بحال اغذي النظر خدمتك يخدط في تاكي تصده هاده ميساج بغيت نوصله نولي داتي سواء في البكالوريا سواء اولى ابتدائي ثلثة اعدادي الاولى بكالوريا الثانية بكالوريا الممدرسين والثانية بكالوريا الاحرار كانت منى انني وصلت لكم ذاك الطاقة الايجابية اللي فيها وصلت لكم ذاك الشحنة ديال الحركة اللي فيها بغيتكم انكم تبتوا وجودكم تقوا في نفسكم راكم قادرين وغاد تقدروا وغاد تنجح كانت منى ان المساج ديري وصل لقلوبكم ماشي لعقولكم ويدخل اعمق اعمق نقطة في القلبية السويداء في السويداء ديالكم يعني اللي تحسوا باناني انا ما عندي لا ناقة ولا جمل لا ناقة ولا جمل في الموضوع ولكن بما انني خرجت تخط لبيوتكم وخرجت وضرت هات الخطوة اللي كن اعتبرها انا ونسبة لي ايجابية ليا وليكم حتى انا اخرج معا الروتين ديالي اللي كنت تمناهي فقاش نتلقى معاكم واللي دو جوز انا معرفاش كولي كيتفرج فيها ولا واش فينا كيتبعوني الناس ولا غي كان بل بل بوحدي اللي اعلم عندي واحد طاقة كنخرجها اللي اسمعني واحد وتبعني واحد انا الربح داكو دونك غادي نكمل الفيديو ديالي وغادي نقول لكم ليلة سعيدة والسنة سعيدة ودائما في اطار الطاقة الايجابية انتمناو ان الساعة السنة ال 2021 تكون سنة خير وصحة وسلامة وهناء وكل اشياء الجميلة ما تنسوش طاقة السلبية كتجر ما تجروش طاقة السلبية تمنوا الخير تفعلوا بالخير تجدوه ما تقولوش اللي سنة تدوز عندنا غايبة لا طاقة السلبية كتجر والطاقة الايجابية كتجر نجرو راسنا الطاقة الايجابية السنة غتكون غزالة ووارة وغننجحوا فيها وغنحقوا فيها جميع المتمنيات وغنكونوا احسن الناس وغنكونوا دائما بتسمين ونحافظوا على الابتسامة ابتسامة فابور تخلصوش عليها ابتسموا دائما ابتسامة فوجه اخيك صدق كما قدكم ذاك المرة في الفيديو اللي الكلام الطيب الكلام الطيب صدقة الكلمة الطيبة صدقة تخلصوا عموك كل واحدة فينا تجربة تزلزلوا تخلصوا بيناتكم تقول ببيناتكم تفكير البتسامة وليس محسن من الابتسامة في وجه اخيك. اقل ايجابيا هفضو عليها في حياتنا. اكيد السنة ستزوينا اذا كنا نحن بغيناها تزوينا. الله سبحانه وتعالى كيد لنا اللي في عالخير. يمكن هاد الوباء كان كي جرب الناس كي جرب العلاقات كي جرب مثلا له في ذلك حكمة. لا شيء ما كده. احنا مو سيارين. لا شيء ما كيدينها الله عابة. كل حاجة تدرها الله سبحانه وتعالى فيها حكمة غير احنا مزا متوصلناش نعرفو شنو الحكمة منها ولكن على الاقل نبقى وهكا على الاقل كل واحد فينا يطلب الخير للاخر كل واحد فينا يحب الاخر كل واحد يحبوا نفسكم وحبوا الاخر طلبوا فرزكم نتمنى نكون خفيفة دائما على قلوبكم هادي الطلب كنت طلبوا دائما نتكون خفيفة على قلوبكم نتمنى انني نكون وصلت لكم كلم داتي وريداتي هاد الفيديو راه لكم والأباء ديالكم والأصدقاء ديالي والأحباب ديالي والأسرة ديالي والوليداتي وجميع الأحباب اللي يشوفوني هاد الفيديو لطاقة الإيجابية ويت انا نضيف لكم الطاقة الإيجابية اللي عندي ليلة سعيدة وشكرا لكم على حسن تتبويكم وإلى فرصة مقبلة ان شاء الله